بالذخيرة الحية والقذائف المدفعية يعود الجيش الإسرائيلي لإجراء تدريبات عسكرية على حدود غلاف قطاع غزة لأسيما في منطقة النقب وعسقلان ونيتسانيم وتحاكي هذه التدريبات وفق الإعلام الإسرائيلي عددا من السيناريوهات كجزء من حالة الطوارئ أثناء نشوب حرب في المنطقة وخاصة بعد التوتر العسكري الأخير مع قطاع غزة الفلسطينيون رأوا في هذه التدريبات رسالة اطمئنان لمستوطني غلاف غزة وللفصائل الفلسطينية بأن قوة الرد حاضرة في أي وقت مسألتين من وراء هذه المناورات التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي الأولى أطمئنان لمستوطني غلاف قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد والمسألة الثانية هي تدريب جيش الاحتلال الإسرائيلي على أي مواجهة قادمة مع قوى المقاومة في قطاع غزة وكثفت إسرائيل من التدريبات العسكرية بعد الفشل الذي منيت به قواتها البرية خلال حرب عام 2014 وهذا ما أظهره تقرير المراقب العام في إسرائيل بالإضافة إلى الخلافات الداخلية الإسرائيلية على المستوى السياسي وهو ما يرى فيه مراقبون محاولة من إسرائيل للذهاب إلى حرب جديدة تغطي على أي خلافات تقرير مراقب الدولة وانتقادات لنتنياهو لمسؤولين سياسيين هناك تحقيقات بالفساد حول ننتنياهو وبالتالي عندما تشتد الأمور الأزمات داخليا بيذهبوا إلى واحد من خيارين إما انتخابات مبكرة وإما إلى حرب وعزز الجيش الإسرائيلي مؤخرا سلاح الجو لديه بطائرات من نوع F-35 بالإضافة إلى عقد سلسلة من الاتفاقية العسكرية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية ضعفت إسرائيل من تدريبات جيشها في الأوينة الأخيرة لرفع جهزيته كما تقول أمام أي تحدي قد يطرأ على جبهتها المختلفة بينما يرى فيها الفلسطينيون رسالة لظهر مدى قوتها العسكرية ومدى قوة الردع التي تمتلكها محمد بعلوشة الإخبارية قطع غزة